مع طاهر محمد طاهر ناس سعيدة جدا ببدايته وانا طول عمري بقول انه لعيب جيد لكنه واضح انه في حاجة حصلت السنة ودائما انا بتكلم مع حضراتك ودائما حضراتك بتكلم وعايق دائما حضراتك اشتاها طبعا دائما محتاج دعم محتاج دعم من كل خصوصا جمهورنا دي الاهل كلنا ستاكا طبعا في جمهورنا دي الاهل انهم دائما تظهرنا لكن اوقات كتيرة جدا بتلاقي مثلا قلة 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 شوية انه زي ما بينتخذوا اللعيبة في اموات كتيرة لكن نهاردة طاهر بيشتغل على نفسه بشكل كويس لعيب ملتزم جدا بيشتغل بشكل كويس جدا في التجريبات بيحاول يعالج الحاجات النواقص اللي عنده سواء الفاني شينجا او سواء الحاجات اللي هي بيوكان فيها مثلا بيعملهاش 100% نهاردة طاهر من اكتر لعيبة المؤثرة في الفرقة نهاردة سواء لأهدافه او لأسرس بشكل كدير جدا بيبقصر اعتقد الحمد لله هي دي العهدنا دايما في النادي الاهل النهاردة حسيني الشحات من في القصة قبل كده كان النهاردة رمي ربيعة بعد برقصر الله بيقدر اداء بشكل كويس شينجاوي بيواصل فقال لبه هو زمينه فالحمد لله في دعيبة كده جدا لما بتلاقي دعم دايما من جمهورنا اعتقد بيتروح لحتة تانية وده الاساس بالنسبة طيب الناس دايما بتسأل على بيرسي تاو وعلى رضا سليم هل عندهم فرصة المشاركة اساسيين ولا الامور بقت صعبة بالنسبة لهم بالعكس النهاردة هو بيرسي اللعيبة بالنسبة لنا مهمة جدا ممكن بيرسي من اكتر من اكتر اللعيبة اللي لابت مع الراجل ولابت في النادي يعني وكان مؤثر جدا فترك بيلا جدا معنا النهاردة زي ما انت قلت بقى جابتين النهاردة الصهر بيقدر بشكل كويس لازم يكون شون نفسه ودي حاجة طبيعية بخورة نعم النهاردة بينزل بيرسي المطر الفات بيبقى مؤثر جدا وبيقاتي بشكل كويس وبيقاتي بخصة ربا كالربا نهي الموسم اللي فات بشكل كويس السنة دي برضو يعني ما بدأش ممكن الاصابة اللي جاته اثرت شوية وبعد كده بجوعه فاعتقدت ان شاء الله كل ده ان شاء الله يرجع تاني وان شاء الله يبقى كيم نفسه كبيرة بين اللعيبة وفي الاخر احنا نبقى مستفدين طبعا نعم والجهات طبعا